اشتركوا في القناة احتضر على خميرة الخبز لا اكتبتها في لأحد المكونات عندي هنا 600 غرام فارينة وخميرة الخبز عندي ملعقة كبيرة عندي هنا ملعقة صغيرة ملح بشر الليمون عندي 200 غرام تاع الصقر العادي و3 بيت كاملين وهنايا الزبدة 100 غرام اللي كنت خرجتها مقبل يعني بشتولي طرية وتكون سهلة في العامل نبدأ اولا في البيت خطعنا نديروا المواد الجافة قبل نحطوا قبل الفارينة والسكر والخميرة بتاع الخبز الجافة يعني اللي عندها الخميرة طرية معلها الا تفتتها وتعبر بها يعني ملعقة تكون ملعقة كبيرة ولكن تكون معمرة معنتها تكون بومبي طلعة نبدأ ونعجنوا هنا مكونات الجافة اولا نخلطوهم ملوين هنا نضفت الخميرة الان نبدأ ونضيفوا البيض كاملين ندفعوا واحدة احنا عجنوا العجينة تاعنا هذي كما تعرفوا هنا عندي الحليب عفوا الحليب الدافي كذلك نبدأ ونلموا العجينة تاعنا يعني بالحليب الدافي غير بشوية والعجينة تاعنا تاع اليوم لازم تكون حكمة روحة كان يبغيوا يتلاسقوا كل وحدة كل وصفة وعندها لازمت عجينة ولكن عجينة تاعنا اليوم يعني هي حكمة روحة يابسة شوية انا ضفت بشرة ليمون الان راح نضيف الزبدة بعد ما ضفنا الحليب غير بشوية بشوية يعني ما تزربوش تحطوه كامل الحليب يعني ونصف كاس هذا كامل غير بشوية هنا راح نخلو الزبدة تتعجن مليح حتى تولي ما تبنش كامل خليت الملح في الآخر لكم علي بركم بش ما يطيح النش الخميرة راح نعجنها كما راكم تشوفو حتى تولي رطبة ما تنسوش الفرن التحكم لازم تصخنوها على 200 درجة راح نعجنوها ونخلوها ترتاح ساعتين من بعد راح نشكلوها ونخلوها كذلك ساعتين واحد اخرين هذا الشكل النهائي تعلاجنا تعنا راح نغطيها ونخليها ترتاح كما قلت لكم ساعتين كاملين والان يعني فتش انتوما ولكم الاختيار انا اخترت اليوم هذا المول مدور راح نرش بشوية فارينة يعني باش ميت لسقليش رشو كذلك باش ميت باش ميت تغبنكم باش يعني في الخدمة كما راكم نشوفو الشكل التاح كي رتاحت يعني يعطونها الوقت التاح باش تخمر لا بغيوش باش جيكم خفيفة لازم الوقت باش تخمر اهنا راح نشكل كوريت بنفس الحجم وراح نزيد نخليها تخمر في المول تاح من ساعة ونص حتى لساعتين على حسب ضهرجة الحارة يعني في المطبخ تاحكم لازم تشوفوها باللي في غيمو طلعت هنا راح نواصل وراح ندهنها بالبيض وتحبو تحطو فوقها لوز مطحون من فوق يعني ولا حبيتو غير جلجلان ولا غير سيكروغلاس يعني هاي لابغيوش تعنا راحي وجدة كما راكم تشوفو وريحة راهي ما شاء الله نتمنى عنكم تجربوها احي تشوفوها من الداخل يعني يعني اللباب تحيجي ما شاء الله هكذا شغل فيتي نتمنى عندكم تجربوها ما تنسوش الدعم والقناة بالاشتراك والاعجاب والسلام عليكم